تفشي الأمراض المعدية بينها الكوليرا خطر محدق بليبيا بعد الفيضانات العارمة في مدينة درنى شرقي البلاد لا يزال الناس بدون ماء صالح للشرب ولا كهرباء وتكرر السلطات المحلية دعواتها للسكان بالإخلاء فيما أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة تطعيم في درنى تستهدف الأطفال وعمال الإغاثة العاملون مع الهلال الأحمر الليبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر يتحدثون عن الظروف الصعبة التي يواجهونها أثناء محاولتهم الكشف عن جثث أصدقائهم وأقاربهم ومواطنيهم نقوم يوميا باستخراج عدد من الجثث أرقام خيالية لا يقدر يسوفها العقل ولا يقدر يتقبلها أي إنسان أوضاع مأساوية جداً شوارع بالكامل اختفت وبعد تحذيرات من الأمم المتحدة من أزمة ثانية مدمرة بفعل خطر انتشار الأوبئة أعلن المتحدث باسم لجنة أزمة الطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح تسجيل نحو ستين إصابة في صفوف فرق الإغاثة العاملة في مدينة درنا بأعراض معذية ناجمة عن التلوث منها ارتفاع درجات الحرارة والإسهال مع التأكيد على أنها لا تتعلق بأي وباء أوضح الجارح أن هناك من يحاول توظيف المأساة الإنسانية في درنا لخدمة مصالح معينة نافياً عزم الحكومة إخلاء المدينة المنكوبة من سكانها لكن في الوقت نفسه شدد على ضرورة تطويق بعض المناطق المنبوءة وعزلها حتى يتسنى لفرق الإغاثة العمل فيها بشكل إنسيابي وفيما تحصي درنا قتلاها وتستمر عمليات إزالة الركام وفتح المصارات قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في حكومة الوحدة الوطنية إن فرق الإنقاذ عثرت على 17 جثة بوادي العصاد انتشلت أربعاً منها فقط بسبب صعوبة تضاريس المنطقة وعدم توفر الإمكانيات اللازمة وتم انتشال عشرين جثة بوادي الفتايح وتواصل فرق التدخل المختصة في البحث عن مفقودين آخرين مشيراً إلى أن فرق الإغاثة قدمت المساعدات اللازمة للعائلات المنكوبة داخل درنا وسوسة وللنازحين في مدينتي مصراتا وترابلس مشاهدين وأناقش ضيوفي حول هذا الموضوع معي من بن غازي فرج الحاسي نائب رئيس لجنة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي ومن طرابلس منصور الحاسد عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنا مرحباً بكم ضيفي الكريمين سيد فرج الحاسي ما أبرز التحديات حتى الآن بالنسبة لفرق الإنقاذ التي تواجهها في مدينة درنا السلام عليكم جميعاً وعليكم السلام بداية أن أترحم على أرواح الشهداء التي قضت في كارثة درنا حقيقة فرق الإنقاذ والهلال الأحمر الليبي بدأ الاستجابة كان أول النازلين للميدان واستجابة بشكل مباشر فرعنا في مدينة درنا تعرض للدمار الشامل جراء السيول فقدنا اثنان من مطوعيه الهلال الأحمر الليبي في فرع درنا فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل بشكل مستمر لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأذرار التي تمت بالمدينة نتدخل كهلال الأحمر وكواجبنا كهلال الأحمر الليبي وحسب القانون رقم 2 في 2019 نحن نعمل مسانداً كجمعية مساندة للسلطات نعمل بتنصيق كبير مع السلطات ومع القوات المسلحة الليبية باستمرار كعمل تنصيقي كبير جداً سواء كانت في الغرف الطوارئ المركزية الموجودة في درنا أو إذا كانت في الغرفة الطوارئ الموجودة في مدينة بنغازي أو غرفة الطوارئ التي تتواجد في الجبل الأخطر وتغطي أغلب المدن في الجبل الأخطر حالياً نعمل على أربع ملفات رئيسية ملف البحث والإنقاذ ملف إدارة الجثامين وانتشال الجثامين وملف إدارة النازحين والإغاثة وملف الدعم النفسي الاجتماعي للمتضررين من هذه الكالثة سيد فرج الحاسي يعتذر للمقاطعة يعني يعتذر منك وكذلك من بقية الضيوف ننتقل الآن مشاهدين لكلمة لرئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي نتابع نحن نرى وبأنها تضع ضغوط على التضخم ولكن نحن نرى السياسات النقدية اليوم بأنها تضع ضغوطاً ونحن سنستمر بمثالنا هذا وبعملنا فنحن نلتزم بالحفاظ على السياسات النقدية التي ستساعدنا على خفض التضخم بنسبة 2% وحصلنا على التقييمات من الخبراء بناء على ما يعتقدون بأنها العوامل الأكثر مسببة للتضخم والسيناريوهات التي من المتوقع أن نرى في المستقبل القريب مثلاً سنرى 5.1 نقطة مئوية بنهاية هذا العام ومقارنة بشهر يونيو لم نراجع تقييماتنا لهذا الشهر وهذه القرارات هي صادرة عن اللجان وإذا حصل أي شيء سنغير من تقييماتنا سنغير من توقعاتنا سنقرر بعد كل اجتماع في كل اجتماع سنقرر على أساسه وعلى أساس المخاطر وتقييماتنا لها وبالنسبة إلى تقدم الذي أحرزناه نحن نتقدم بحذر للغاية لأننا كما قلت نقيم المخاطر والتهديدات ونطقي في بالنا كل عوامل عن عدم اليقين فيما نصيغ سياساتنا إذا رأينا أن الأمر مناسباً سنزيد من معادلات الفائدة ولكن يجب أن نكون متأكدين من أن نسبة التضخم تنحفظ وبالإضافة إلى كل هذا وللتأكد من أن معادل التضخم سوف ينخفض سوف نبقي عيننا على السياسات النقدية وعلى الأنشطة الاقتصادية وعلى معادلة التضخم والتطورات الاقتصادية فنحن نلتزم إذن بالوصول إلى الـ 2% معادل التضخم الذي وضعناه لأنفسنا هدفاً واستعادة الاستقرار في الأسعار هو أساسي للوصول إلى أسعار مستقرة في المدى الطويل إذن للاختتام نود التأكد من أن العائلات والأسر في هذه البلاد هي راضية وسعيدة وسوف نعمل كل ما بوصعنا لضمان معادلات انخفاض معادلات البطالة والآن سأخذ بعض الأسئلة شكراً كولبي سميث مع الفينانشل تايمز ما الذي يحمل اللجنة على الاعتقاد سمعنا لكلمة رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي جيروم باولا الذي قال بأنه سيبقي على معدل الفائدة خلال هذه المرحلة عند 5.4% مشاهدين بالعودة إلى الملف الذي كنا نتحدث عنه المساعدات إلى مدينة درنة شرقي ليبيا ورحب مرة جديدة بضيفي من بنغازي فرج الحاسي رئيس لجنة الطوارئ بالهلال الأحمر ومن طرابلس منصور الحاصد عضو المجلس العلال الدولة عن مدينة درنة ورحب بكم مرة جديدة سيد فرج أريد أن أكمل معك الفكرة قبل قليل تتحدث عن المهام التي تقومون بها الأهداف التي أيضا تعملون عليها على الأرض ولكن أريد أن أفهم أبرز التحديات التي تواجه ليس فرق الإنقاذ الليبيا وحسب وإنما كل فرق الإنقاذ التي جاءت إلى ليبيا لتقديم المساعدة نعم صعوبة الجغرافية لمدينة درنة وتصميمها الخاص وما ضرب بها من أحصار كما تعلمون حين تضرر السد الخاص بمدينة درنة تقسمت المدينة إلى جزئين رئيسيين جزء شرقي وجزء غربي وكان سابقا الوصول بينهما كان سهل ولكن بالتعقيدات وجرفان السيال والفايزانات أصبح الوصول إليها صعب جدا الطبيعة الجغرافية تتكون المدينة من جبال من سهول من جغرافية مختلفة تؤدي إلى صعوبة تحرك واضحة جدا للفرق الإنقاذ فرق الإنقاذ تحتاج لمعدات خاصة جدا تحتاج إلى سيارات مختلفة لتقوم بتدخل والتوسع في عملياتها ومعظم هذه الصعوبات هي صعوبات تتعلق بالجغرافية وصعوبات بالإمداد اللوجستي والإمكانيات الخاصة تعمل فرقنا في البحث والإنقاذ بالمساندة مع الفرق المختلفة وإذا كانت فرق محلية أو كانت فرقة عالمية أتت لمشاركة في هذه العمليات أغلبها تواجه نفس الصعوبات صعوبات تختص بالمعدات صعوبات تختص بالوصول صعوبات تختص بالعربات وغيرها أريد أيضا أن أتحدث مع ضيفي من طرابلس منصور الحاصلي عن التداعيات السياسية التي أعقبت هذا الفيضان الكبير وهذه المأساة الكبيرة التي حصلت شرقي البلاد سيد منصور يعني المجلس الأعلى للدولة يطالب بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب الكارثة لماذا تحقيق دولي؟ يعني التحقيقات الأولية التي أجريت داخل ليبيا إلقاء المسؤولية على بعض المسؤولين لمحاسبته في المستقبل أليست كافية؟ هل هناك تشكيك بعمل هذه اللجان أو هذه الجوانب القضائية في شرق البلاد؟ بداية تحية لك ولضيفك الكريم أهلا بك وأحتفظ تحية خاصة لكل المجهودات التي يقوم بها الهلال الأحمر وكذلك الدول التي ساعدتنا في هذه الكارثة طبعا الكارثة من وجه نظري لها خمس أبعاد هناك بعد إنساني بأنواعه وهناك بعد وهو جبر الضرر القريب والتسكين وإيواء الناس المتضررين وهناك بعد قانوني وهناك بعد سياسي وهناك بعد مجتمعي داخل ليبيا أنت سألت عن البعد القانوني من هذه الأبعاد الخمسة طبعا صاحب الولاية القانونية في ليبيا هو النائب العام ومكتب النائب العام والنائب العام بالفعل الآن شرع في التحقيق في هذه الكارثة وبدأ في جمع الاستدلات وهو يقوم بعمله نعم ربما سيضطر النائب العام في بعض المراحل أو في بعض المحطات أن يستعيب بخبراء دوليين وهذا من حقه نحن أصالة عن نفسي ونيابة عن كل أهلي في مدينة درنة وعن كل الشعب الليبي معرفة الحقيقة وأسباب الانهيار هذا شيء واجب وشيء قانوني لا يمكن التخلي عنه ونحن نثق في النيابة الليبية ومكتب النائب العام والقضاء الليبي النائب العام سيقوم بدوره ويستعين سواء بخبرات محلية أو خبرات دولية يعني أهل في درنة يطالبون بمشاركة دولية في التحقيق قد يلجأ السيد النائب العام ومكتب النائب العام باللجوء إلى خبرات دولية لمعرفة سبب انهيار السدين في مدينة درنة وما حل بأهلي في مدينة درنة من كارثة ما زالت الكارثة مستمرة وستستمر ربما لسنوات طويلة سيد الحصد لنقى قليلا بالشق القانوني التداعيات التي ستترتب على المضي بهذا الشق القانوني برأيك إلى أي مدى ستلقي باللائمة عن مسؤولين أو أسماء بين مزدوجين كبيرة في السلطة في هذه المناطق وتطيح بهم نتيجة ما شاهدناه من مطالبات من الأهالي في تلك المناطق لمحاسبة البرلمان رئيس البرلمان وكذلك المسؤولين في شرق البلاد سأقول بكل وضوح نحن لن نتدخل ومن باب الفصل بين السلطات نحن دورنا المطالبة بالتحقيق الواضح الشفاف النزيه هذا هو مطالب أهلي في مدينة درنة وأنا كممثل عنهم أن أنضم إليهم في هذه المطالبة أن يطالبوا وما يصل إليه مكتب النائب العام حينها كل من كان له سبب كل من يعني تطاله يد التحقيقات ويد القانون سيتم حالة إلى القضاء ويتم تطبيق القانون عليه نحن نريد أن نؤسس إلى دول القانون وخاصة هذه الكارثة راح ضحيتها الآلاف من أبناء درنة ومن أبناء الشعب الليبي لا مجاملة على أرواح الناس ولا مجاملة نحن في درنة للأسف الشديد فقدنا الأرواح فقدنا المباني فقدنا الذكريات فقدنا الهوية فقدنا الأشياء كثيرة فقدناها في مدينة الدرنة وهذا مأساة كبيرة سيد منصور يعني حتى الأمم المتحدة وصفتها غير مرة بأنها وضع كارثي غير عادي وصفتها بأسوأ كارثة تضرب البلاد وعلى أثر ذلك أريد أن أعود لضيفي سيد فرج الحاسي عن الصعوبات الأخرى التي حذرت منها الأمم المتحدة من مسألة تفشي الأمراض يعني هناك صعوبات لوجستية هناك صعوبات بالعمل على الأرض ذكرت حضرتك قبل قليل ولكن أيضا هناك صعوبات كبيرة جدا يتعلق أو تتعلق بالصحة العامة في هذه المنطقة ومن يعمل في هذه المنطقة يعني حتى عليكم أنتم العاملون على الأرض كيف يمكن مواجهات مثل هذه التحذيرات بداية نحن نعمل بتواصل مع وزارة الصحة الليبية وبلجنة الأزمة الممثلة في السيد إسماعيل أو الدكتور إسماعيل في تنصيق مباشرة فيما له علاقة بالأمور الصحية والتحذيرات الصحية التي ممكن أن تتفشى نتيجة لهذه الكارثة الطبيعية لدينا تقييم صحي يجري من فرقنا الآن في مدينة درنة أكملت بيوم الأمس الجزء الغربي من المدينة بالكامل وتم تقييم المراكز الصحية ومدى ممكنية الوصول إليها الأماكن المتوفرة جلسنا في اجتماع مشترك مع لجنة الأزمة في وزارة الصحة وأدينا توصياتنا الخاصة بما له علاقة بما يوجد بالقطاع الصحي كمؤسسات صحية وشرعنا في عمليات التوعية الخاصة بالأمراض التي ممكن أن تؤدي إلى الانتشار عن طريق فرقنا الخاصة بالتوعية الصحية هل حصلت حالات سيد الحاسي بين فرق الإنقاذ التي تعمل على الأرض أن أصيبوا بأمراض ما أو بعضوة ما هل بلغكم هذا الأمر أتحدث عن فرقنا فرقنا إلى الآن لم تبلغ بها لديهم أي إصابات ولكن يمكن أن يعود ذلك لوجود مساعد مدير إدارة الصحة داخل الفرق أو داخل الغرفة المركزية وتوجيهاته المستمرة بطرق الوقاية يمكن أن يكون لها دور كبير جدا في هذا العمر سيد منصور الحصادي بالنسبة للمساعدات المقدمة العديد من الدول قدمت وما زالت تقدم حتى الآن مساعدات إلى المتضررين من هذا الفيضان الكبير الذي أصاب مدينة درنك كيف يتم التعامل مع هذا الملف الآليات أهلونك لجان تعمل عليها أهلونك مراقبة لعمل اللجان العاملة على مثل هذا الموضوع موضوع مهم موضوع خطير جدا ويتعلق بحياة الناس نعم هو أنا بداية لديه تعليق بسيط على ما مكتوب في الشريط يعني التضريس الصعبة لمدينة درنة ونحن نعرف مدينة درنة يعني تضريسها وأنا من البداية طالبت ولازلت أطالب يعني ينبغي على الحكومة أنا نحن نشكر كل الدول لساهمة لكن ينبغي على الحكومة أيضا من أول يوم الكارثة قلت بوضوح ينبغي على الحكومة أن تلتج إلى فرق إنقاذ متخصصة وأن تشتري هذه الخدمة يمكن شراء خدمة من فرق إنقاذ متطورة جدا تستطيع أن تتعامل مع هذه التضريس الموجودة في مدينة درنة وهناك حالات من الكوارث والنكبات حدثت في أماكن كثيرة ربما أصعب في التضريس من مدينة درنة أنا أيضا قلت في أكثر من ظهور إعلامي وفي أكثر من بيان إن إدارة الكارثة كان دول المستوى يعني في مشكلة في إدارة الكارثة وخاصة في أيامها الأولى أيضا هناك مشكلة كبيرة ألقت بظلالها السلبية على كارثة مدينة درنة وهذه المشكلة في تقديري ستستمر لو استمرت هذه الإشكالية وهو الانقسام الحكومي في ليبيا الانقسام السياسي الحكومي في ليبيا ألقى بظلاله السلبية على كارثة مدينة درنة وإذا ما استمر الانقسام الحكومي ستدفع درنة ضريبة أخرى مع ضريبة الكارثة ومع ضريبة الفقد ومع ضريبة الانتشال. ومع ضريبة الدمار اللي حل بمدينة درنة. لأنه لا يمكن لدولة أن تقاد بحكومتين. حكومة في الشرق وحكومة في الغرب. سيد منصور. فقط مداخلة مع حضرتك بهذا الرأي. هناك من يتابع بأن حدة الخطاب السابق بين الجانبين. حكومة الشرق وحكومة الغرب. خفت بشكل كبير. بسبب هذه المأساة وهذه الكارثة. هل خفت حياء واستحياء من الانتقادات التي قد تطالها؟. أم بالفعل هناك توجه ليبي من قبل المسؤولين في هذين المكانين الشرق والغرب. لحل حل جميع المشاكل من أجل مواجهة هذه الكارثة؟. من خفف هذا التنازع بين الحكومتين هو الشعب الليبي العظيم. حقيقة الشعب الليبي هبى عن بكرة أبيه من الشرق والغرب والجنوب إلى مدينة درنة. للمساهمة في إنقاذ والانتشار وعمليات الإغاثة وكل العمليات. أنا قلت في أكثر من مناسبة. هناك من كانوا يتقاتلوا على تبات القتال يوم أربع أربع على تخون مدينة طرابلس. هم اليوم يلتقون في مدينة درنة لتقديم المساعدات. يعني الحركة المجتمعية والحركة الأهلية في ليبيا. سبقت الحكومة وأرغمت الحكومتين على أن يتوجهوا لخدمة مدينة درنة. حقيقة وهذا البعد الذي نحب أن نحكي عليه. وهو البعد المجتمعي والوطني للشعب الليبي. الآن الشعب الليبي التقى في مدينة درنة. أنا أقول نيابة عن أهلي في مدينة درنة. رغم التضحيات والألام والموت والفراق والدمار. لكن درنة مستعدة أن تتنازل عن كل هذه الألام والتضحيات. لتكون درنة قنطرة تعبر بها ليبيا إلى الاستقرار وإلى الوحدة. وإلى أن نذهب إلى أمام وننهي حالة الانقساب. لهذا أنا طلبت من المجلس على الدولة ومجلس النواب أن يتوافقوا بشكل سريع. ويوجد حكومة واحدة جديدة في ليبيا تقود المشهد في ليبيا إلى أن نذهب إلى انتخابات في أقرب الآجال. لأن وجود حكومتين سينخي بذلالة. وسيكون له الآثار السلبية مهما تقاربوا على كارث الدرنة. كارث الدرنة كارثة كبيرة جدا جدا جدا. نحن الآن ما زلنا في طور الانتشال. وفي طور الإنقاذ. وناس مفقدون. وناس تحت الركاب. سندخل في أيضا قضية المياه والشرب والأكل. الوضع الصحي والوضع البيئي. الوضع النفسي أيضا. هذا من المواضيع المهمة جدا. كيف يمكن أن يتجاوز أهالي درنة. هذه الصدمة النفسية الكبيرة. وكذلك قرباءه. ومن بقي على قيد الحياة. سيد فرج. اسمح لي فقط أن أنتقل لضيفي سيد فرج. سيد فرج. قبل قليل ضيفي من طرابلس. أشار إلى إمكانية شراء خدمة المساعدة والإنقاذ في التضاريس الصعبة. وضرب مثال بأن هناك مناطق في العالم أصابتها ويلات وظروف معينة. وقد استعانوا بمثل هذه الخدمة. بداية من حيث الواقع العملي. إلى أي مدى يمكن استعمال مثل هذه الخدمة. ما المانع من استعمالها في ليبيا في هذه المرحلة. بكل وضوح وصراحة هذه الاستعانات لا تأتي من طلب من قبل الهلال أحمر الليبي. كما أسلفت سابقا الهلال أحمر الليبي أو الجمعية الهلال أحمر الليبي تعمل بدور مساند للسلطات. إذا كانت السلطات الليبية ترى أن هناك واجب الاستعانة بهذه الفرق. وكما سهلت طبعا وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية سهلت دخول لكثير من الفرق. هناك فرق أتت من معظم أنحاء العالم للمساندة. وجزء منها عمل مباشرة مع الهلال الأحمر الليبي. وعمل جانبا لجانب مع فرق البحث الخاصة بالهلال الأحمر سيد فرج. أنا أقدر أن حضرتك نائب رئيس لجنة الطوارئ في الهلال الأحمر. ليست جهة حكومية. أنا أفهم ذلك تماما. ولكن من واقع خبرتك على الأرض. وأنت تتحدث عن ظروف قاسية وظروف صعبة وتضاريس. وهناك مباني كثيرة هدمت بسبب هذا الفيضان الكبير. ألا تعتقد لنعتبرها نصيحة من مختص على الأرض. ألا تعتقد بأن على الحكومة على المسؤولين التوجه بهذا الاتجاه للاستعانة بخبرات حتى وإن كان بعنوان الشراء. وليس فقط المساعدة المجانية. كما أسلفت أنا كنت بوضوح فرق الإنقاذ والطوارئ العالمية عملت جانبا بجانب مع الهلال الأحمر الليبي. وكان لهم أثر جدا طيب. والحكومة قامت بشكرهم بشكل مباشر كما حصل مع الفريق الأسباني والفرق الثانية الأخرى. قدمت مساعدات لن تنسى. نحن كهلال الأحمر ليبي ساندونا بشكل كبير. والحكومة ترى أنها ساندتهم بشكل كبير. كما ننصح أن نحن نحتاج لتظافر الجهود في هذه الكارثة. هذه الكارثة تحتاج لتوحد الجهود كاملة على مستوى الهلال الأحمر ليبي. على مستوى السلطات المحلية. على مستوى المجتمع 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 هل تعتقد بأن المساعدات هناك آلية منضبطة لتقديم هذه المساعدات لمستحقيها على الأرض. سواء المواد التي تحتاجونها في الإنقاذ والمساعدة أم لأولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة. باختصار كمساعدات إنسانية لدينا آلية واضحة بالتنصيق مع السلطات المحلية. كإذا رأيتم تصريح القيادة العامة للجيش الليبي اليوم أن المساعدات الإنسانية ستقدم من قبل الهلال الأحمر الليبي بتنصيق كامل مع جانب العاملين على الأرض. نحن ننصق بشكل مستمر مع المجتمع الدولي ننصق شكل مستمر مع الأطراف المحلية بتنصيق مع قيادات السلطة المحلية بتوصيل هذه المساعدات إليهم جميعا. من بنغازي فرج الحاسي نائب رئيس لجنة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي من طرابلس منصور الحصادي عضو المجلس لعلى للدولة عن مدينة درنة. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة.